التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأنباء من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهات المصرية المعنية ونجاحها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة وخلال اجتماع عقدته الحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة أشهر مدبولي لأنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لافتا إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات وتجهيز الطرق خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال القطار الكهربائي والمونوريل دعا رئيس الأوكراني بلودمير زلانيسكي المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابوريتجا للطاقة النووية وفي خطابه اليومي أضاف زلانيسكي إلى أن الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على المحطة سيضمنان الأمن النووي لأوروبا بأسرها قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس مونوريسكي إلى أن كييف يجب أن تكون مستعدة لأي احتمال بالنسبة لمحطة زابوريتجا للطاقة النووية بما في ذلك عملية إجلاء السكان من المنطقة وقال مونوريسكي إلى أن المحطة ليست فقط في أيدي العدو وإنما في أيدي أشخاص غير مؤهلين قد يسمحون بحدوث مأساة وأضاف إلى أنه من الصعب تخيل حجم المأساة التي يمكن أن تحدث إذا واصل الروس أعمالهم هناك دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى إنهاء النشاط العسكرية حول مجمع الطاقة النووية في زابوريتجا بأوكرانيا وحث جوتيريش على سحب الأفراد والمعدات العسكرية وعدم نشر مزيد من القوات أو العتاد ودعا روسيا وأوكرانيا إلى عدم استهداف المنشآت أو المنطقة المحيطة بالمحطة وشدد جوتيريش على ضرورة عدم استخدام المنشآت في إطار أي عملية عسكرية ولفت النظر إلى الحاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفني بشأن محيط آمن لنزع السلاح من أجل ضمان سلامة المنطقة وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي الوضع في محطة زابوريتجا للطاقة النووية بالحرق وخلال حديثه عبر تقنية الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أكد جروسي ضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريتجا بأسرع وقت ممكن من أجل تفقد المحطة وشدد على أن الوقت ينفذ فيما تحاول الوكالة منذ عدة أسابيع إرسال بعثتها لتفقد الأعمال في هذه المحطة دع المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مد خط أنبيب غاز بين البرتغال وبين أوروبا الوسطى يمر عبر الأراضي الفرنسية من أجل المساهمة في حل أزمة الطاقة وخلال مؤتمر صحفي نعقده في برلين اعتبر شولتس أن القارة الأوروبية تفتقر إلى هذا الخط في ظل أزمة الطاقة النتيجة عن الأزمة الأوكرينية الروسية وأضاف إلى أن هذا الخط كان يساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة الوضع الذي تعانيه إمدادة طاقة نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل